السلام عليكم متابعين الغاليين عاملين ايه وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات النهر ده هعمل معاكو القطايف الامر دي القطايف من طبعا الحلويات الاساسية عندنا في رمضان كل سلام طيبين وربنا يعود علينا وعليكم الايام بقى الف خير شفت فيديوهات كتير قوي عن طريقة القطايف في البيت وازاي بنعمل عجينة وكده بس الصراحة يعني قلت لأ تعيب اجرب مع متابعين الغاليين علشان اشوف هو فعن مستهلا نحن نعملها في البيت ولا نشتريها من بره والرايح دماغنا لان هي الصراحة موجودة في كل مكان وكمان سعرها مش غالي ابدا النهار ده نجبتلك الوصفة الاساسية اللي بجد هتغنيكي عن اي وصفة تانية لو انت بتفقري تعمليها في البيت اتفرجي على البيت ده وهتشوفي عظمة شايفين الشربة بتاحها مزبوط جدا وماشاء الله من الشربة ولا نقطة زيت الشربات بعد ما خلصت كل الكمية زي ما هو مفوش اي نقطة زيت وهي هتطلع معاكي مقرمشة من بره وطرية جدا وجوزي جدا من جوة طبعا الشربات بقى متشربة هتطلع معاكي كده حاجة حلوة جدا بجد حلوة قوي اول حاجة هنا خالص انا جبت كوبايتين من الدقيق زي ما قلتلك في وصفات كتير بس انا هقولك الوصفة الاكيدة والوصفة كمان الاقتصادية جدا كوبايتين من الدقيق الدقيق العادي انا جبت جميع الاغراض وحطيت عليهم خميرة مقدار الخميرة حوالي اتنين جرام حاجة بطيتة قوي يعني نص معلقة صغيرة ممسوحة وحطيت كمان معلقة كبيرة من السكر بس الممسوحة ما تقطريش السكر قوي علشان لونها ما يبقاش غامق معاكي وانتي بتسويها ورشة ملح وبس كده يبقى العجيلة دقيق وخميرة ورشة ملح ومعلقة سكر ممسوحة اللي بيبقى كده كل المكونات الجفة كويس جدا 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 مع بعض وبعدين هنضيف الميا مقدار الميا طبعا انتو عارفين هي طبعا على اساس نوع الزئيق انا هنا استخدمت كبايتين نفس الكباية اللي عايرت بيها عاير بيها كبايتين ونص من الميا وكمان زودت عليهم حوالي 3 معلق كبار يعني كبايتين الزئيق معايا اخدوا معايا حوالي 3 كبات الا ربع او كبايتين ونص وكمان 3 معلق كبار من الميا الميا من غير لبن ولا لبن بودر ولا اي حاجة خالص هي ميا بس الميا يفضل انها تكون ميا مش فترة يعني بتكون دافية علشان طبعا تساعد ان الخميرة انها تشتغل احسن وتضربي بقى كده كويس 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 تضربي كتير كتير علشان ما يشعزين فيها اي تكتلات طبعا في المرحلة دي ممكن تستخدمي الخلاط وممكن كمان تستخدمي اي حاجة عندك المضرب الكهربائي او ممكن كمان الهند بلندر اي حاجة هتمشي بس انا شفت ان هي سهلة قوية ومش مستهلة خالص فكملت بالمضرب اليادوي زي ما انت شايفين هو ده السمك المزبوط للعجينة المفروض ان العجينة تكون سهلة شوية ومش زي البانكيك بتكون اخف من البانكيك زي ما انت شايفة بقى كده قلبت وتأكدت ان هي ما فيهاش اي نوع من انواع التكتلات خالص وتجيه بقى من تحت الفوق شايفين هي دي الميا اللي اتبقت معي يعني تلات كوبات الا ربع على كوبايتين اد ايه خطوة مهمة جدا جدا الخطوة اللي جاية دي لازم بعد ما تضربي العجينة بتاعت كويس جدا اه هنا انا ضفت فانيليا لو انت حابة طبعا دي بتخلي ريحة حلوة قوي وبتمنع ريحة الخانيرة اللي مش مستحبة اللي احنا بنشمها في العجينة. اه حلوة قوي برضو الخطوة دي. تعالي بقى هنا الخطوة المهمة زي ما كنت بقولك ان احنا لازم نصفي العجينة بتاعتنا. طب نصفيها ليه? طب ما احنا ضربينها كويس. لا لازم نصفيها كويس. لان برضو حتى لو انت دربها بصو شايفين ان هو العجينة سالسة جدا وانت شايفين هي سالسة لكن لأ هتشوفي دلوقتي فيها تكلات بسيطة جدا. دي هتضيق وهتخلي شكلها مش منتظم وانت بتسويها. شايفين? انا كده خلاص صفتها كويس جدا اه شايفين تكلات بسيطة جدا بس لازم ان انت تصفيه. وخلاص واقي دي الكمية بتاعتي جهزة. هاغطي بقى العجينة بتاعتي وهسيبها بخمر مدة التخمير مهمة جدا جدا. ممكن تغطيها بستريتش راب او بغطا او باي حاجة عندك واركنيها على جنب لمدة عشرين دقيقة. مش هقل من كده ومش اكتر من كده. آآ تعلي بقى اقول لك الشربات المزبوط بتاع القطيف هم كوبايتين من السكر ورفس الكوباية اللي عيبت بها سكر هعيض بها كوباية ونص من المية. يبقى كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص من المية. طبعا انتوا عارفين القطيف محتاجة تكون الشربات تقيل وبارد كمان. آآ وبعدين طبعا الاساسي بتاعتنا عصرة نص لامونة على كوبايتين السكر وكوباية ونص من المية. عصولي بقى كده نص لامونة. طبعا هشيل البزرة كله اللي واقع مني. آآ بقلب كده في المنتصف حاجة بسيطة. وبعدين بضيف نقطتين من الفانيليا. طبعا انت ممكن تضيفي الفانيليا لو هي بودر في اخر السوى خالص. طب سوى الشربات المزبوط ايه? بتسيبها عن نور لمدة آآ ترت دايق كده اول ما يغلي. وبعدين بتحسبي بالضبط خمس دقائق. مش اكتر وهلقل من كده. وهيطلع معاك زي ما انت شافة كده. هتحسي نوة سائل شوية بس لا هو اول ما يبرد. هيتقل جدا وهيبقى عامل زي عسل النحل بالضبط. يبقى مدة التسوية المزبوطة بتسيبها حوالي ترت دقائق الاول. واول ما يغلي بتحسبي على الساعة خمس دايق بالضبط. تمام? يعني توتل السوى كله حوالي سبع دايق او تمن دايق بالكتير. ما تقطريش عن جده لكمية آآ كوبايتين من السكر. هعمل بقى معاكي الحشوة. طبعا الحشوة دي اختيارية جدا. ممكن تحسيها بقى كريمة مكسرات اللي موجودة عندك. انا هنا كان عندي مكسرات السوداني وزبيب جوز الهند. آآ بصي بقى. الحتة دي هتود معاكي الحشوة في ناحية تانية خالص. هي نص معلقة ممسوحة صغيرة من القرفة. بجد رشد القرفة دي. هتخلي الخلطة بتاعتك طعمها حلو قوي. وبجد الناس اللي مش بتحب القرفة لا 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 مش هتشمي خالص ريحتها ولا هتحسين هي ريحتها قوية لا لا خالص. بل بالعكس هتدي طعم حلو قوي للحشوة بتاعتك. جرى بيها وليلي ايه رأيك في الكومنتز. هنا بقى خلاص. انا كده العجينة بتاعتي آآ تخمرت بعد عشرين ديئة بالضبط. بتضربيها بقى كده تاني بيديكي مرة واثنين وتلاتة علشان تتخلصي من اي فقاعات معاكي. لان لازم وضروري كويس قوي ان انت تتخلصي من الهوى اللي موجود في العجينة بتاعتك. تحي بقى الثوى ودي نقطة مهمة قوي علشان تطلع معاكي كويسة. آآ بتجيبي تاصع النار. اهم حاجة تكون مش بتلزأ. دي حاجة مهمة قوي. من غير زيت ولا اي حاجة خالص بتحطيها على نار متوسطة. واول ما تسخن تنزلي بالعجينة بتاعتك. واسهل طريقة للتشكيل. انت بتستخدمي دورة زي ما انا استخدمت كده. او ممكن حتى بمعلقة. او بالكبشة بتاعتك. بس هي اسهل طريقة اللي هو الدورة. بتنزلي بكمية بسيطة. وطبعا على حسب الحجم اللي انت عايزي. ما تحركهاش ابدا ابدا ابدا. لغاية ما تلاقي اللون الابيض ده اغماء. وتحول بقى لون القطيف العادي بتاعنا. اي ماشاء الله شايفين. قد ايه اه ما شاء الله طلعها طحفة ملهاش حل. المسام بتاعتها ديقة وجم بعضها ومنتظمة جدا. وبرضو اعملت معاك وكمان واحدة اهو اول ما بتحطيها بتبدأ ان هي اه تدخل في السبب. تعرفي ازاي ان هي بتعمل فقاكيها زغيرة جدا جم بعض. اوعي تحركيها او تحركي حتى الطاصة بتاعتك خالص غير لما تتأكد ان هي استوت. تتأكد ازاي ان كل اللون الفاتح ده هيغمق شوية زي ما انت شايفة كده. ويبقى هي كده استوت معاك. اه طبعا اسناء السبب بيكون النار متوسطة. لو حسنتي ان الطاصة بتاعتك صغنت قوي. ممكن تمسحيها بمنديل كده عشان تبرد. ممكن كمان تحطي تحتها الشايطة بتاعت الرز علشان اه تخلي الطاصة تمنع الحرارة الكتير. شايفين? ما شاء الله شايفين العجينة? لا يا جماعة دي كده عدة يعني الجمال عدة الكلام. حاجة كده طحفة ما شاء الله. طرية جدا شايفين? وما شاء الله يعني بتتقفل بمنتهز سهولة. وطلعها منتظمة جدا. طبعا انا عملت بقى جميل احجان بقى كبيرة وصغيرة عصافير هي اللي انت عايزين. وبعدين بتحشي بقى ما شاء الله شايفين هتتقفل بمنتهز سهولة. طيب انت لو عايزة تخزنيها عندك وعملت كمية مرة واحدة ما ينفعش ابدا تخزنيها من غير ما تحشيها. القطيف ان الحاجات لو باتت او مثلا في الفريزر او برة للتلاجة مش هتتقفل كويس وتفتح كلها معاكي وانت بتقليها في الزيت. فعايزة ان انت تشويها شوية في الفريزر او عملت كمية كبيرة يعني. انت الاول بتحشيها كويس جدا بتقفليها زي ما ان شايفة كده تأكد على قفلها وبتحطيها في علبة وجوه الفريزر وسيبيها بقى. وطلعيها في اي وقت على الزيت على طول. بتطلعيها كده مجمدة ما بتسيبهاش تفق من الفريزر على الزيت على طول. ما شاء الله شايفين يا جماعة? لأ بجد تستاهل. يعني انت لو عندك وقت هي مش تاخد منك وقت غير في التخمير بس. يعني هي في التحضير مش تاخد منك وقت خالص. بس بجد تستاهل نحن نعملها في البيت. وطبعا في وصفات كتير قوي اللي هي بالبيكينج باودر وفيه بالسميت زي ما قلتلك. بس بجد دي انجح طريقة واسهل طريقة للقطايف. شايفين ان هنا بقى جبت زيت غزير وطبعا بحطه كده على النار بيكون زيت سخن بس مش بيغلي. وبتنزلي بالقطايف بتاعتك ما شاء الله شايفين يا جماعة? ولا هتفتح ولا هتعمل اي مشاكل وهتطلع معاك زي الفل. حاجة كده عظمة طعمها حلو. وتبدأ بقى ان انت تقلبي فيها مين وشمال علشان تاخد آآ كلها لون واحدة. آآ طبعا ما تنسينيش بالكومنت والشير وزايك للفيديو. وطبعا بشكر كل مطابعيني على مطابعتكم الحلوة وعلى كلامكم الجميل وكل سنوطيبين ودايما كده ان شاء الله قناتنا تكبر بيكو. وكروسان طيبين او شايفين اهي بدأت بقى تاخد اللون اللي بيها كمان تقليبة. بجد من الوصفات اللي عجبتني قوي. وفعلا تستاهل. يعني كنت اقول طب ما هي القطايف موجودة يا جماعة. وسعرها مش غالي. ليه طب نعملها ونتعب نفسينا لكن فعلا آآ لا بجد تستاهل. يعني انت لو حابة نيتك جربي. لأ انا اقولك انت جربي وعلى ضمنتي. وكده خلاص طبعا انت بتاخذي القطايف سخنة جدا من من الزيت على الشربات على طول. آآ الشربات لازم يكون بارد طب انت لو ما عنديكيش وقت ممكن بس تيهدى كده شوية واتدخليه الفريزر دقتين وهتلاقيه آآ برد تماما وبقى زي الفل زي ما انت شافك يا شافها. ما شاء الله شايفين تقل ازاي. آآ طبعا بتقلي بيها كده بس تيدوبك بس ديئة كده وبعدين بتطلعيها بتصفيها كويس وبتطلعيها. وطبعا بتخلصي كل الكمية اللي عندك. شايفين ما شاء الله ايه الجمال ده يا جماعة? لأ لأ بجد تجربة تستحق التجربة. لأ فضيعة حلوة جدا. ما شاء الله. هتطلع معاكي فضيعة. مش شربة اي نقطة زيت شايفين? الشربات زي ما هو كده اهو. من غير ما يكون شارب زيت خالص. والقطايف نفسها مقرمشة كده ومن بره وطرية جدا من جوه. بجد طعمها حلوة قوي. جميلة جدا. وبالفة هانا وشفا انا مي شايين ودي قناتي على يوتيوب. ما تنتيش بقى سبسكرايب للقناة. ولايك كتير وشير للفيديو. واستنوني فيديوهات جاية كتير. واوعدكم ان ان شاء الله كل فيديوهاتي هتكون مجربة مليون في المية. فهتاخدي مني الوصفة وان شاء الله بازن الله هتنجح معاكي ومن اول مرة. واشوفكم على خير.